بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الدكتور أحمد الحلواجي أستاذ أمراض نيسا في طب الأسرقيني برحب بيكم بتمنى لكم والمصر كلها وجميع البلدان ربنا يعدي جائحة كورونا دي على خير وطبعا أنا أستاذ أمراض نيسا فأنا الكلام موجه رئيسيا للحوامل إحنا طبعا شايفين الأيام دي طبعا زيادة في معدلات الإصابة إن شاء الله دي شدة وتزول وبعديها إن شاء الله إنما على العسر يسرى فعايز أول حاجة إن الناس ما تقلقش قوي بس عايزين التزام بكل تعليمات النظافة والصحة العامة طبعا إحنا عارفين لبس الكمامة دلوقتي بقى حاجة ضرورية جدا خصوصا في التجمعات أو وقت الاحتكاك بالآخرين وإحنا خارجين وإحنا ركبين ميكرو باس وإحنا يعني رايحين البانك أي حاجة فيها تجمعات بقت إلزام يعني النظافة الشخصية بقى أي حاجة بقى بتتلمس أو بتتعمل لازم يكون واحد بقى واخد باله وإيده ما تجيش على الأنف أو الفم أو العين وهو مش واخد باله وإيده دي نظيفة ولا لأ يعني هي نوع من العادات الصحية لازم تتأكد يعني المصافحة طبعا والأحضان والحاجات دي كلها بقى نستعيد عنها بقى دلوقتي بالسلامات بقى والحاجات دي الاحتكاك بقى أي حد مثلا عنده يعني أعراض أو فيه شكوك لازم يفكر في نفسه وفي اللي حواليه فده ده وعي طبي لازم يعنعكس علينا طبعا التغذية وشرب السوائل كتير ده حاجة أساسية لإحنا دلوقتي حتى الآن لا يوجد لقاح للكورونا أو دواء مؤثر عليه بشكل مئة في المئة إحنا كل الحاجات بتنصب على زيادة المناعة وتحسين الصحة العامة جزء من تحسين المناعة إن الناس بقى تبطى الآلق وطبعا يعني إيه الدعاء بقى والاختراب من اللا بدل ما يبقى فيه نوع من الكآبة والخوف والآلق غير التعلمات العامة اللي احنا قلنا بيها إيه الكحول وغسيل الآيدي والواحد يخش البيت بقى يعني على طول ياخد باله بقى من القصة دي نظفها ناسه إذا وقدر يعني يعني يقلع الهدوم اللي كان جاي بيها قبل الاحتكاك بالآخرين وهكذا فيه أسئلة كتير بتتوافط دلوقتي عن المناعة والتغذية والحاجات دي طبعا فيه قواعد مهمة دلوقتي طبعا اللي هي النوم كويس بقى بالليل الأكل يكون صحي ومتوزع كويس فيه أطعمة وأدوية معينة بتزود المناعة شوية يعني يعني فيتامين سي عسل النحل حاجات زد كده فيه أدوية بيبقى فيها خلاصة من البيتامينات ومنضات الأجسادة مثلا زي أكسي فري بيبقوا مخططين او حطين بقى حاجات كده ظهر دلوقتي ان الاحتياج لها يعني عالي دي كابسولة مثلا واحدة في اليوم بيبقى فيها بقى زينك وحاجات دين دي بتصب في نشاط جهاز المناعة فيتامين سي طبعا من مضادات الأجسادة وبيزود سرعة الالتقام وهو ضد نزلات البرد طبعا ممكن أطعمة بقى معينة عسل نحل بقى مع حبة البركة مع لمون ممكن ناخد معلقة الصبح معلقة بالليل توزيع الأكل وتوزيع السوائل بنشرب سوائل كتير لغاية قبل معادل النوم حاجات دي بتزاوي الدورة الدموية وبتغسل بقى المجاري التنفسية والحلق والحاجات بقى اللي هي مستقر الفيروس طبعا زي ما قلنا يعني جائحة كورونا دي اعتقد انها رسالة ان احنا نفكر في بعض يعني كل واحد بيعمل وقاية لنفسه والأهل والحواليه والمجتمع يعني فبرضو احنا يعني نفسنا ان واحد يحس ان الناس بتفكر في عضاها وانها خايفة على بعض ربنا ان شاء الله يكشف الغم عن الأمة وتمنياتنا بالسلامة ان شاء الله